اشرحي لنا واكشفي لنا بعض الأسرار كيف استطعتي العودة وليس فقط العودة بل أن تكوني من ضمن الخمسين الأوائل رغم العواقل الكثير أهمها عدم إتقانك اللغة الإنجليزية صراحة الطريقة كانت كثير صعبة يعني إذا بقول كثير صعبة هي لدرجة أنه يمكن مرة ثلاث سنين أنا ما أخدي فيهن إجازة أو ما أخدي فيهن برايك الطب في دماشق هو ست سنين يعني عبارة عن ست سنين بعد ما مرأت السنة الثالثة والطب في دماشق باللغة العربية فبعد ما مرأت السنة الثالثة وأخدت القرار أنه أنا لازم بلش حضر لقدم على امتحان الدخول للجامعة الأمريكية للإختصاص كان مفروض أنه بلش أدرس بالإنجليزي لأنه المواد اللي بتنعطى بمواد الطب في الجامعة الأمريكية هي بطبيعة الحال إنجليش وأنا خلفيت درس لغة تانية فرنسا واللغة اللي عم بدرس فيها حالياً طب كانت عربة فكانت الطريق كتير صعبة أولاً إنه جيب المتيري اللي بدي أدرس فيهن بالإنجليزي وتانياً اللي حتى أدرس بالإنجليزي وأنا ما عندي الخلفية يعني فاللي صار إنه قرر تصير بكل إجازة بخده أنا وعم بدرس إنه انزل فيها على الأيوبي فيه شي فيك تعملي اسمه observorship أو rotation تقطع فيها مع طلاب الطب الإيوبية بس ما فيك يعني ما فيك تحكم المرضى أو ما فيك تشتغلي شي بتكوني بس أنت عم تراقبة أو عم تكوني عم تتعلمي شو عم يتعلموا بس كمراقبة يعني مش إنه داخلي معهم بالمنهاج وعادة كان بيحقلنا نعمل شهرين بالسنة اللي هني كانوا الإجازة الصيفية عندي هالتجربة اللي قطعت فيها بالأيوبي أول شي أكسبت فيها أصدقاء لأنه حسوا أنه أنا حداً لازم يساعدوه لحتى يوصل فجربوا قد ما فيهن يساعدوني بكل إمكانياتهم إن كان بدروس اللي كانوا عم يدرسوها إن كان يسهلوا علي جيب كتب يالي ممكن ساعدني اتخطأ امتحان الدخول بعدين فأخذ معي المتيريالز اللي هني عم يدرسوها ككلية الطب وأرجع على جماعته إدرس إدرس اثنان يعني إدرس اللي عم يخضوه بالأيوبي طلب الطب وبنفس الوقت أنا مضطرة أدرس بالعرب اللي أنجح بامتحاناتي فوقه وخلص طب عام يعني وكانت نوعاً ما هلأ يمكن أهلي بيقولوا مش مفاجأة لأيلي كانت شوية مفاجأة أنه أنا قررت أقدم على امتحان الدخول للاختصاص بالأيوبي وقت اللي كنت بعني سنة السادسة الطب الأغلبية عالطاً بينطروا ليتخرجوا ويدرسوا للامتحان ويقدموا على الامتحان فأنا قدمت كنت بعدني مش متخرجة وبآخر سنة عم بعمل في طب وقلت يلا بجرب أول شيء امتحان كتير طويل كان فوق ثلاث ساعات كله بالإنجليش أسئلة كتير طويلة فقد بيخد فكرة عن الامتحان وبحضر حالي لسنة الجاي عماهلي معي سنة حضر فيها كتير منيح وهاك وكانت المفاجأة أنه أنه طلاط من أول خمسين بيقبلوهن ليفوتوا اختصاص